بسم الاب والابن وروحه الكندس الان واحد امين نحك مع بعض قصة الكديس او نوفير لاسم واحد اه هو من وهو صغير كان بيحبه ربنا قوي اه كان بيعمل كل حاجات حلوة راح الدير اسمه الاشمانيين في المينيا وفيد البقى يتعلم من وهو صغير على ايد الرهبان وتعلم منهم الصلاة والمطنيات والصوم والطاعة تعلم منهم حاجات حلوة قوي لدرجة لما كبر شوية قال لرئيس الدير انا عاوز اتوحد رئيس الدير اه وافق عشان عارفه هو قدي ايه انسان مجاهد في حياته الروحية وبركة كبيرة ووافق له وبركه ومشي في الصحراء وفيدل ماشي اغاية مقابل اه سائح اه فرح قوي قوي لما شافه وقعد معاه وفيدل يعلمه اه ويقوله على اسرار الوحدة ازاي قعد مع ربنا ازاي اتلزز بي ومايجي ليش فطور او ازهق وقعد معاه فترة كده اغاية ما جي في يوم قال له انت مبارك يا نيفر وربنا مجهز لك مكان حلو قوي تعالى اورهولك وقل مشينا في الصحراء اربعة ايام يغاية ما لقيت قلاية وقدامها عين مية ونخلة وده كان مكان ربنا مجهزهوله وفيدل الساح قعد معاه شهر اه برضو يعلمه اسرار الوحدة اكتر وبعدين ساب ورجع على الليته وهنا بقى الشيطانة غاز يعني هي استحر بقى نقصة هيجي كده سن تاني قال لا انا لازم ايه يعني اخليه يفكد سلامه او يبعد عند ربنا ظهر له اول حاجة على شكل واحدة ست ومعها غنم وكانت عازة تعمل معاه الشر هو طبعا اه ربنا كشف له ورشم علامة الصليب وتغلب عليها بمعونة ربنا اه تاني مرة ظهر له على شكل راهب يعني شوف الشيطان بيجي على شكل اي حاجة جي على شكل راهب وفيدل يقول له يا شوف الاب الساقح اللي هو كان متلمز على ايده هو كان تنيح بيقول له دلوقتي ابوك الروح اه تنيح هتعمل ايه انت خلاص انت كده ضعت مين هيعلمك انت ارجع بقى تاني مكانك احسن وفيدل يكلمه اه كلام يعني حس ان هو بيبعده عن ربنا او عايز يبعده عن ربنا عايزنا سيب الوحدة بتاعتي راح برضو ربنا كشف له ورشم علامة الصليب وصلى راح اتحرق الشيطان وفيدل يهدده يقول له برضو انا مش هسيبك بس بمعونة ربنا كان بيتغلب على الشياطين هو كان دايما لما بيجي صلي كان بيبقى حاوليه وحوش وزئاب وسعالب مفيش اي حاجة من دول كانت تقرب له اعطانا السلطان ان دوس الحياة والعقار بكل قوات العدو اي كل وحوش الصحرة اه ما كانش بتقدر تقرب له اه كان اوقات كتير من كتر البرد والحر والجوع والعطش كان بيوصل لدرجة الموت يعني من كتر البرد الشديد كان بيبقى خلاص هيموت اوقات كتير كان في المتاد يعني ربنا انقظه هو كانت اكله بسيط قوي كان بياكل بلح من النخل وياكل حشيش الصحرة يعني اي حاجة خاضرة كان بتطلع في الصحر كان ياكل منها بسيط خالص كان بيحضر القدس دايما مع السواح دي بركة جبيرة قوي اه مش اي حد طبعا اه ياخد البركة دي اه في اخر حياته ربنا عشان عاوز يعرفنا سيرته الحلوة دي اه بعت له اه اسمه ابونا بفنتيوس اول ما شاف ابونا بفنتيوس شاف اه ابو نيفر كان شكله كده يعني اه راجل كده اه ارفنع شوية اه شعر ده انه دي طويلة وصل الرجله استغرب يعني اذا يتخض كده اه ابو نيفر قال له ما تقلقش ما تخافش ده انت ربنا بعت اكلية علشان تكتب سيرتي انا الخاطي وتدفن جسدي في مرة برضو ابونا بفنتيوس شاف وش ابو نيفر ومنور درجة ان هو كان طالع من وشه نار برضو طب منه الكديس ابو نيفر وقال له ما تخافش اه من اكواله الحلوة قوي اه للكديس ابو نيفر يقول اللي يعيش دايما مع ربنا عمره نفسه ما تضعف يعني دايما بناخد معونا من ربنا وهو اتنيح اه في 16 بقونا سنة 366 ميلاديا وكفنوا ودفنوا ابونا بفنتيوس وبعد ما دفنوا حب يقعد مكانه يعني في القلاية بتاعته اه بس ربنا ما كانش موافق خلى النخلة تقع وبير المية ما يبقاش فيه مية نهائي والا والقلاية تقع عارف ان ربنا مش موافق ان انا قعد في المكان دوت ورجع مكانه تاني باركة باركة الكديس ابو نيفر تكون معانا كلنا اه